نعود لحضراتكم نستمر في برنامج الله صبحكم بالخير حديثنا في هذه الفقرة عن التاتو الذي قد يستخدم لرسم شكل على الجسم أو كبديل المكياج بعمل حواجب وغيره من الأمور الأخرى المتعلقة بالجمال بالنسبة للسيدات أسئلة كثيرة تطرح نفسها كيف يستخدم وأين هل هو مضر هل من مختصين يعملون في هذا المجال هذه التساؤلات سنترحها على إخصائي تجميل بهاء ردوان بهاء بداية صباح الخير صباح الورد هل فيك سيد راد نعم نعطيك العافية الحديث هنا عن التاتو صورة توضيحية أكثر إيش هو التاتو التاتو هو العبارة عن الكلمة العامية اللي نعرفها إحنا كعرب وهو الوشم ولكن إحنا كإخصائيين تجميل نستخدم التاتو هو مش للرسم التشكيلي على الجسم للتاتو التوضيحي اللي يعلم معالم الحاجب بشكل صحيح معالم الشفايف بشكل صحيح ولكن هو نفسه هو عن طريق الأوشام نعم طيب كيف بتعملوا التاتو لأي حد بيطلب منكم أي سيدة في هناك فحص ما قبل لأنه يعني فيه عدة أسئلة وممكن يكون إيجابي سلبي على سيدة نفسك هو برضو فيه إليه مزايات سلبية وإليه مزايات إيجابية برجع للأخصائية نفسه أنه هو بحب يشتغل التاتولة أي شخص أو لا هو الصح أنه ينشغل للناس اللي بتتعرض لحالة معينة بالحاجب مثلا إنها تغطي هذا الحاجب برسمه للشفايف إنها توضح معالم الشفايف بكويس لتحديد مناطق العيون أو يكون مع فنان تشكيلي هو للرسم الجسم حسب الزين اللي احنا متعرف عليها إن كان الرسم على الذرعان أو على الظهر أو على باقي مناطق الجسم طبعا هو فيه إليه مزايا الحسنة وفيه إليه المزايا السيئة الأكثر مزايا من السيئة لأنه هو عبارة عن أحبار مصنعة من هاي يسمعوها منيح الستات يعني اللي بيشوفونا بيها اللحظات كمان بإمكانكم متشاركة يعني أرقام تظهر على الشاشة هو التتو من عدة ألوان طبعا الأحبار اللي بتكون موجودة على الجسم ويكون برضو من عدة تركيبات هاي الأحبار مدام هي انغرزة عن طريق إبر أو طريق مواكن للجسم ضروري جدا اللي بيستخدمها يكون حريص إنه هاي المواكن أو هاي المواد أو الإبر هاي هي تكون كثير معقمة هي جديدة الإبر وما تكون مستخدمة لأكثر من شخص لأنها بتسبب كثير أمراض وأمراض العدوى والانتقالية مثل أمراض الإيدز والأمراض اللي بتخص الكبد الفيروسات الكبد يعني اللي بتأدي لسرطان الكبد في بعض هيك طيب أول أول سؤال يعني من خلال المشاهدين إنه ممكن هناك سيدة تعمل التتو ويعمل فتح للمرة الأولى وتعاود تعمل كمان مرة ممكن يأثر عليها نعم نعم يعني صورة توضحية عن هذا الصور؟ صورة توضحية هلا في طبقات الجسم هي عدة طبقات هلا التتو بيعمل على إنه يغرز بالطبقة الثانية أو الثالثة بالجسم اللي يغطي منطقة الميلانين اللي هي خاصة باللون الجسمي هلا كل شخص فينا بيكون في عنده ميلانين خاص فيه اللي هو بمستويات اللي هي درجة لون الجسم هاي المواد بتنغرز تحت طبقات الجلد اللي هي تغطي بشكل معين وتغطي منطقة الميلانين هلا إيمتى بيكون بحاجة إنه الشخص يعيد على التتو مرة تانية إذا كانت طبقة الجسم هي طبقة رقيقة مثل منطقة الحاجب هون ما في عندها طبقة جلدية عالية فهون بيكون غرزة المادة بطبقة بسيطة جدا فإشي طبيعي كل جسم بين آدم بين كل 21 يوم بتجدد الخلايا فبتكشر هاي الطبقة فبصفي إنه بحاجة للشخص إنه يعيد عليها مرة تانية وأحيانا مرة تالتة بس غالبا إذا كان على باقي الجسم لا ما بحاجة طيب هلا لما يكون في تتو لازم سيدة إيم الحواجب تماما هلا هو حسب الحالة يعني فيه ناس بيجوا يعملوا تتو لإنه هو أصلا كانوا كبار بالسن وكان عندهم تساقط بالشعر الحاجب ما في عندهم معالم للحاجب فهنا التتو عشان إحنا نرسم الحاجب يكون هو كشكل توضيحي إنه هنا مكان الحاجب هنا أصلا بيكونش فيه شعر وإذا كان فيه شعر بيكون هو الشعر داخل رسمة التتو وفي ناس بتكون هي حابة تلغي هذا الحاجب الرباني اللي بيكون هو خلقتنا ونعمل رسمة جديدة أو تعلاية لمنطقة الحاجب بس بيكون فيه تتو وشعر مع بعض أحيانا أحيانا على الأغلب التتو الشعر مع بعض بيأخذ أكثر حيوية أكثر طبيعي طبع ممكن يكون فيه هناك شخص غير مختص فيها عمل هذا المجال ينضر الشخص اللي عماله بين عمله تتو لحد الآن ما فيه شي قانون أو فيه شي من وزارة الصحة أو فيه شي إشي بت مين هم الأشخاص اللي فعليا لازم أنهم يتعلموا إنها فيه خبرة كمان بالضبط نحن عمالنا بنشتغل في هذا الحكي على الخبرة وعلى الدورات اللي بنخردها خارج البلاد وعلى أيدي أخصائيين المفروض أنه يكون ذات ضمير عالي اللي هو يكون حريص أنه هاي المواد ما استخدمت لشخص تاني أنه هاي الإبرة ما استخدمت أنه هو يكون معقم هذا ضروري جدا أنه يسأل الشخص اللي قباله إنه هو إذا في عنده أي مرض انتقالي إن كان في الدم أو بالكبد أو بأي مرض يسبب عدوى ضروري جدا أنه يكون حريص في هاي الأمور طيب الأحبار اللي حكيت عنها تستخدم لعمل التاتو ممكن هي من مواد كيمائية تكون ضارة كيموية لا شك لا شك إنها هي مواد كيموية ولا شك إنه كل المواد الكيموية اللي إحنا بنستخدمها إذا كان فيه سوء باستخدامها هي الضرنة من سبغات من أكريمات للبشرة من مواد لتاتو إذا كان ما فيه حسن استخدام لهاي المواد أكيد راح تسبب ضرر طبعا أحبار التاتو هي عدة ألوان وكل لون هو بيكون مخصص من تركيبة معينة مثلا إحنا بنعرف بالغالب حبر التاتو هو بيكون اللون الأخضر اللي كان على الجسم أو الأسود أو الأحمر أو الأصفر فاللون الأسود هو بيكون بالأصل هو من صدق الحديد ومصنع بعد هيك ليعمل حبر اللي يعطي اللون الأسود التحت الجلدي اللون الأحمر هو بيكون من نباتات معينة أو منزئبة كمان اللون الأصفر هو بيكون من الكبريت فكل لون هو بيكون من مادة معينة والمواد هيك ترجع تركيباتها كيميائية تبدأ أسأل عن حساسية وعن التهابات الجلد يعني خلال مطالعة مبارح للموضوع متابعة على الصفحات الإلكترونية اللي مختصين في التجميل قيل بأنه حيانا بيكون هناك حساسية التهابات للجلد وفي أجسام تختلف عن أجسام بالضبط هلأ هون برجع أنه الشخص نفسه إذا كان هو عنده حساسية طبعا إذا كان مختص اللي بيشتغل المفروض هو يكون يستعلم هذا الشخص إنه إذا معه أي مرض أو عنده حساسية أو أو إشيء هون بصفي منه مش حساسية في ناس جلديتها تلتهب أو بتتناثر يعني خلاص ما بتستحمل غرزة الإبرة أو لتتو هو الصح إذا إحنا نشتغل بشكل صحي أفضل هو يكون فيه عندنا مختص للتخدير لأنه إحنا التخدير الموضعي اللي بيستخدمونه بكل البلدان عندنا ممنوع اللي هو الرش والأمور هاي عندنا ممنوع للظروف السياسية هل تخديرته تكون إبرة يعني؟ هو الصح أن يكون فيه طبيب نعم أنه يخدر تخدير بشكل تام هل هذا التخدير يعطينا أنه إحنا نشتغل تتو بشكل صحيح وما بسبب حسية أو التهابات نعم طيب بدي أسأل ممكن طرق إزالة التتو بعد فترة كان السيدة حابة تشيله بالإمكان إن كان لسيدة أو إن كان لشاب أو إن كان إذا عمله بفترة يعني في بداية عمره أو بنهايته عمل التتو بأخذ عبارة عن دقائق وأحيانا ساعات أحيانا ساعات يعني ببلش من خمس إلى عشر لدقائق وأكتر مدة للتتو هي ساعتين ثلاثة لكن إزالته هذه ممكن تكون رسمة وهيك بالضبط الآن هو التتون كان على الوجه اللي بيستخدم في أعراض التجميل أو إن كان اللي هو الفن التشكيلي اللي بيشتغلو الشباب أو الصبايا الموديلز الآن يعني هو وضعه على الجسم بأخذ مش أكتر من ساعتين ولكن إزالته هي سيئة جدا كيف بتزيلوه؟ فيه له أكتر من طريقة اللي هي أهمها هي طريقة الليزر بالإزالة بالليزر غالبا هي الطريقة الأمثل ربما بالضبط الإزالة بالليزر مش زي ما الناس بتفكر إنه هو زي ما أجع حط التتو بنص ساعة أو بساعتين هي إمكانية إزالها لا الإزالة بالليزر إن كان للشعر الجسم أو إن كان للتتو هي بدها بين 8 إلى 10 جلسات كل جلسة والتانية بفترة 30 يوم فترة تجديد الخلايا هاي لعشان إحنا نعاود نشتغل بعملية الصنفرة بالليزر للجسم وهذا الحكي باخد أكتر من أشهره أحياناً سنوات نعم نعم أحياناً سنوات فأرجو إنه لكل يكون حريس عند توجهه للتتو إنه هو يكون حريس على معرفة كاملة أبس أنتو بتحكولهم؟ يعني حد جاي يعمل التتو أكيد المفروض إنه يكون المختص إنه يعطي صورة صح للمعني بالتتو طيب ليش إنه أحياناً هناك ناس بتعمل تتو حسب السؤال بروح وفي ناس بتعمل ما بروح مثل ما ذكرت أنت أحياناً طبقة أولى ثانية ثالثة بالضبط هلا ما بتكون غرزة الإبرة هي غرزة غميقة للجلد هلا كل بني آدم بتغير قشرة الجلد عنده بين كل 21 يوم هاي الخلايا هاي الإبرة اللي بتنزل بالجسم وبتمشي بتكون غرزتها مش كثير عالية فلكن مع تجدد الخلايا هو بصفي اللون يبهت ويروح ولكن إذا كان اللون داكن صعب أن يروح طيب أي معلومة إضافية حابة توجيهها للسيدات بتمنى أنه أي حدا يكون متوجه للتتو يكون حريص من الشخص اللي يشتغله يكون حريص من المواد يتأكد من الإبر اللي بتنفتحهاي وأنها تكون إبر فعلاً هي صحية معقمة وفي نصيحة صغيرة أن التتولى الحاجب غالباً بيكون صح ولكن في أحياناً في العضلات اللي بتكون موجودة بالوجه نعم إذا كان في عضلة من هالعضلات مش كثير قوية نعم ونزل عليها التتو يمكن هاي العضلة تموت ويعمل في فرق بين الحاجب بين إشي عالي وإشي واطي بتمنى أنه كمان السيدات يكونوا سفادوا من كل هذه المصائح تكون مش مسئولية المختص في التجميل هي بتكون مشكلة عندها صحياً شكراً بها رضوانة خصائي التجميل شكراً لحضرتك وإن شاء الله رح ينضل على تواصل